أهلا بالمتابعين الكرام بدأنا الحديث عن محمد بين التاريخ المادي والرواية ورأينا أن السيرة النبوية التي كتبت في العصر العباسي وهي سيرة ابن عسحاق مشكوك في أمرها كما رأينا قيل عنه دجال من الدجاجل من طرف الإمام مالك فلو كان هذا فقط خلافا شخصيا بين رجلين فلماذا لم يقبل ابن عسحاق في الرواية الأحاديث ابن عسحاق كما قلنا اعتمد على الرواية الشفاهية رغم مشاكلها وعلى النص القرآني رغم أن محمد ليس هو بطل هذا النص لذكره أربع مرات دون تفاصيل ولا حتى معرفة من هو أهل عمران 144 الأحزاب 40 محمد 2 الفتح 29 بخلاف شخصية موسى أو إبراهيم الخليل فرأينا أن أول آية في صورة الإسراء لا تتحدث عن محمد بن عبد الله كما يعتقد المسلم وإنما الأرجح والأضبط للسياق هو موسى الذي قام برحلة الصعود من جبل موسى أي جبل حريب إلى السماء كما يخبرنا التلمود البابلي من شوط 29 بي 3 وعليه يتبين أن أصحاب السير حاولوا تعسفا استنطاق النص القرآني لصناعة السيرة النبوية التي مر عليها أكثر من قرن ونصف على وفاة صاحبها دون وجود وثائق تؤيد صحتها فالقرآن ليس كالتناخ كتاب اليهود المقدس يتحدث في سياق كرونولوجي عن علاقة الله بشعبه المختار بني إسرائيل وليس كالأناجل المقدسة عند المسيحيين التي تتحدث عن بشارة مجيء المخلص يسوع المسيح عيسى بن مريم بحسب القرآن حياته ومعجزاته ورسالته الإلهية فالقرآن لا يتحدث عن حياة محمد بن عبد الله وحياته الشخصية وكل الآيات التي قيل عنها بأنها تتحدث عن محمد فلا تعطين بدقة وبوضوح أخبارا عن حياته الشخصية كل ما قيل فقط تخمين ليس لها ما يؤيدها في التاريخ المادي والوتائق التاريخية التي ترجع لعصره نأخذ مثلا آخر على هذا الطرح جعل محمد بن عبد الله بطل لمعركة حدثت في الماضي البعيد على سبيل المثال جاء في صورة الأنفال الآية 41 وَأَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمْسُهُ وَلِرَسُولِ وَلِدِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنُ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير فهذه الآية دون شك عند فقهاء الإسلام تتحدث عن الغنائم التي غنمها الرسول محمد وأتباعه في حروبهم ضد أعدائهم والخمص هو لله والرسول ولدي القربى واليتامى وابن السبيل لكن هناك إشارة لشخص نعته النص القرآني بعبدنا وبالطبع بالنسبة لفقهاء الإسلام فعبدنا هذا هو محمد بن عبد الله كما رأينا في تفسيرهم لكلمة بعبده في أول آية من سورة الإسراء الحلقة الماضية فالإشارة حسب السياق هو موسى وليس محمد والسؤال المطروح هل يمكن أن يكون عبدنا في سورة الأنفال إشارة مرة أخرى لموسى هناك عبارتين أساسيتين تصف يوم هذه المعركة وهي يوم الفرقان وكذلك يوم التقى الجمعان التعبيرين فعلا يوافقان الحديث عن موسى وذلك في سورة البقرة الآية 53 وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وتكررت هذه الإشارة للفرقان كإشارة لموسى في سورة الأنبياء 48 وكلمة فرقان من أصل آرامي فرقانة معناها خلاص نجاة إنقاذ من فعل فرق أو بمعنى فرق خلص أنقذ إذن يوم الفرقان يوم الخلاص والنجاة هناك من يعترض على هذا الطرح بالقول أن بداية الآية فيها خطاب مباشر للمسلمين في الكلمة غنمتم ولا دخل بني إسرائيل في الآية الجواب موجود في سورة البقرة مرة أخرى في الآية 50 وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون من هنا جاءت كلمة فرقان فرقنا والخطاب بكم ليس للمسلمين وإنما لبني إسرائيل والنجاة هنا واضحة جدا في كلمة فأنجيناكم وكلها بصيغة الخطاب والنجاة من الهلاك هو أفضل الغنائم وللتأكيد من المعنى نذهب إلى صفر الخروج الإصحاح 14 والعدد 13 فقال موسى للشعب لا تخافوا قفوا وانظروا خلاص الرب الذي يصنعه لكم اليوم فإنه كما رأيتم المصريين اليوم لا تعودون ترونهم أيضا إلى الأبد نجد كلمة خلاص وكلمة اليوم عبر عنها القرآن يوم الفرقان بنفس التعبير في كتاب البشيطة وهي ترجمة مبسطة للتناخ والأناجيل باللغة السوريانية نجد في هذا العدد كلمة فرقانا باللون الأحمر في السطر الأول وكلمة يومانا كذلك بالأحمر في السطر الثاني أي في ذلك اليوم أما العبارة أخرى يوم التقى الجمعان فقد جاء بوضوح كإشارة لموسى في صورة الشعراء الآية 61 فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدراكون وهنا نقف وقفة تأمل نسأل أي معركة لمحمد نجى منها بخلاص رباني هو وأصحابه من الهلاك المحقق هل هي معركة بدر؟ كما جاء في تفسير الطبري فالآية التي تليها تتحدث عن العدوة إذن إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم والعدوة معناها ضفة أي ضفة نهر أو البحر وهذه الضفة أو العدوة عبر عنها القرآن في قصة موسى بكلمة بجانبي في الآية 44 من صورة القصص وما كنت بجانبي الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين قد يقول قائل ما قاله الطبري فعبارة بجانب الغربي أي بجانب غربي الجبل لكن الآية التي قبلها الآية 43 تتحدث عن هلاك أقوام كقوم نوح ولوط وعاد وتموت والآية 44 تتحدث عن العبور من الضفة الغربية للبحر الأحمر إلى الضفة الشرقية له ثم تأتي الآية 46 لتبين أخيرا صعود موسى للجبل بقوله وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما آتاهم من ندير من قبلك لعلهم يتذكرون إذن بطل معجزة عبور البحر الأحمر مع بني إسرائيل هو موسى وليس محمد بن عبد الله لأنه فقط ندير جاء لينذر قومه العرب بلسان عربي مبين مرة أخرى النص القرآني يتحدث عن موسى بطل قصة العبور والخروج وبسهولة يمكن للمفسرين الخلط بين الشخصيتين والسؤال المهم الآن من هو محمد في القرآن للرد على هذا السؤال ترقبونا في الحلقة المقبلة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر